بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم نبي وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين شهدائنا العظام محطات مدارس نتعلم منهم الكثير ونستسقي منهم العبر والدروس التي تؤهلنا لحياة كريمة وحياة نعيش فيها بعز بلا ظل في الدنيا مطلوب أن نعيش فيها ونتحدى فيها الكثير من الصعاب والطواغي شهيدنا لهذا اليوم هو الشهيد علي رحيم الساعدي ولد في مدينة الصدر عام 1964 كان اسمها آنذاك مدينة الثورة ودخل كلية الفنون الجميلة وكان أحد الرسامين المتميزين في لوحاتي الفنية عند حصول كان يلقب بعلي الطويل بسبب طول الفارع بين الموجودين فهذا الطول أكسب صفة أو سمة أنه دائما ينادوه بعلي الطويل في الانتفاضة الشعبانية فتح بابه لإيواء الجرحى الذي كانت تطاردهم السلطات البعثية الجائرة في المستشفيات فكان بيته مأوى لهؤلاء الجرحى ومأوى أيضا للهاربين الذين كانت تلاحقهم السلطات البعثية بأمل اعتقالهم بعد الانتفاض كان عنده مرسم في منطقة باب المعظم في بغداد فجمع في أمسية كما نقول مجموعة من الفنانين في المرسم الذي كان عنده فيه 50 لوحة تقريبا وكان الفنانين كلهم قد حضروا لرؤية هذه اللوحات الفنية في هذه الأثناء هجمت قوات الاستخبارات البعثية على المرسم وقامت باطلاق الرصاص على الموجودين وتم اعتقاله وفي السجن تعرض إلى تعذيب شديد وقاسي طلبوا مننا طلب أنه يقوم برسم صورة لرئيس المجرم صدام حسين باعتبار رئيس الحكومة العراقية لكن شهدنا البطل أبا ذلك أبا أن يرسم هذه الصورة فصبوا عليه مختلف أنواع التعذيب إلى عن فارق الحياة وهو تحت التعذيب كان الشهد علي الطويل أو علي الساعد كما يسمونه أيضا شاعر وربما هو سطر في ديوانه مطبوع بعض من هذه الأفكار التي كانت في مخيلته يقول في أحد أشعاره جلست على تلك المصطبة البيضاء وجدتها حمراء أيها العزيز بل لبس ثوبها الأحمر حين سمعتهم سلامسين يقولون هنا جلس الشاعر هنا جلس الشاعر والشهيد رحم الله الشهداء جميعا وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة